داي ودينا في إنجال الحل يا صاحب يحكينا فقا عن الحل يا صاحب الحل هو الوعي 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 طبعا ان احنا ناعي طبعا دايما الوعي هو الحل في اي مشكلة طبعا ليه بقى لانه 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 احنا ايه المشكلة في الافكار احنا لما تيجي فكرة سلبية في دماغنا بتستدعي اخواتها من الافكار السلبية وتيجي بقى الوفرثينكينج او التفكير الزائب زي ما بيقال عليه اللغة العربية نبدل نفكر ونخرج سيناريوهات في دماغنا الفكرة السلبية بتجذف فكرة سلبية صحيح وفكرة سلبية اخرى وفكرة سلبية اخرى حتى لو الغريب بقى فينا احنا كبني قدمين ان احنا لو جد فكرة ايجابية احنا بنحاول نطردها على اساس انها مش عايزينها تشوش حالة الكئابة اللي احنا عايشينها لو احنا خدنا بالنا من الافكار اللي بتارد في عقلنا ده اسمه عملية الوعي الوعي هو الحل الوحيد والحل الامثل لكل مشاكلها ازاي نقدر نطرد الافكار السلبية دي او الافكار الزيادة الفكرة الزايد احيان بيبقى فكرة ان انا افكر كتير دي فكرة بتقلمني انا اكتر وبتخليني اتوقع حاجات تخوفني اكتر من اللي حصل اصلا صحيح لان احنا في نعمل فكرة فيه ايجابي فيه فكرة ايجابي الفكرة الايجابي هو اللي بيخلينا ننطلق وبنروح شغلنا وبنحاول نتقدم وبنحاول نعمل ايجابية احنا مخلوقين في هذا الكون على اساس ان احنا نعمر فيه وبالتالي الافكار الزيادة اللي هي لها علاقة بانها تكون افكار ايجابية دي افكار حميدة مفيش مشكلة المشكلة الاساسية في الافكار السلبية الافكار السلبية طردها محتاج تدريب محتاج تدريب محتاجين ان يدرب نفسنا الصحبة حاجة مهمة جدا محتاج ان احنا نصاحب الناس الاجابيين وهرجع برضو للسر اللي قلت لحضرتك عليه طبعا ده موضوع أساسي لأني نادر جدا استوزراني إنت لو عندك صديقة واحدة تسق فيها ثقة لها علاقة حتى لو لمسختش فيها من ناحية الوجدانية تسق فيها من ناحية العقلية يعني حد من الناس الإيجابيين اللي شايفين الحياة بشكل صحيح لأني اللي شايف الحياة بشكل إيجابي مش هو المتخيل إنو الحياة دي جنة لأ اللي شايف الحياة بشكل إيجابي اللي هو حططها في مكانها الصحيح الحياة اللي هي جنة ولا هي نار يعني فيه فنجان من فنجين اللي هو الحياة لونها بني يعني الحياة بامبي خالص ولا الحياة بيضة الحياة مكس من حاجات كتير ايه يا دي الحياة بالزبط شخصيات الموديين وحضرتك ذكرتهم برضو في كتابك اللي هم المزاجهم بيختلف تلاقيه اول ما يصحى مثلا عصب شوية كمان شوية على بعد الدهر كده تلاقي الدنيا بقت قهدة بالليل يكون مزاجه رايق ممكن مزاجه يقلب فيه ناس متقلبة الأحوال وعلى فكرة معظمهم بيشربوا أهوال بالزبط 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 الموضوع ده مرتبط شوية بالأسكاء يعني مرتبط شوية بالأسكاء ومع العبقرة طبعا حاجة حاجة يعني شيء إيجابي يعني بس هو الموضوع يعني برضو هيرجع وارجعوا للسر يعني زي ما في ناس بيحصل لها تهدئة بالموسيقى في ناس بيحصل لها تهدئة بالفن فيه ناس بيحصل لها تهديئة بالقرآن الموضوع المهم جدا اللي هو برضو نرجع للفكرة احنا ليه مدنة بيتغير لان فيه فكرة سلبية دخلت نحاول نترضها بقى على طول ما سبهاش بقى تدخل وتعد ومعايا وتفكر وتريح هيجي لي تجعيد كده بقى في روحي وفي قلبي